طبعا أنا عندي شوية أسئلة يعني على سبيل المثال الحقوق والملكيات بتاعتك وحقك الأدبي وحق الأداء وما إلا ذلك في جمعيات المفروضة أنك بتجيب لك الحقوق دي يا فندم زمان سسره وما إلا ذلك لا ده الأداء العلني ده ما لنش علاقة خالص بحقوق التجارية بتاعت العمل الفني ده الأداء العلني والأداء العلني ما ينفعش تتنازل عنه قانونا قانونا ما ينفعش تتنازل على أدائك العلني آه طبعا حضرتك أما تروح تعمل تصريح في بيروت ممنوع أن المؤلف يتنازل على الحقوق هو عندك حدود فالنهاردة المصنفات الفنية لازم يكون فيها محامين ملكية فكرية تيجي تقول المبدع أنت حبيبي تعالي أنت بتتنازل عن إيه لأ لأ أنت عندك حدود تتنازل عنها لأن ده حضرتك الجامعية المؤلفين محامين الدكتور ما تحطر عادل كان معاه النهاردة شو في المأساء اللي في المبدعين محتاجين كم فلوس مفيش فلوس كثير قال لي قالك؟ طيب قل لي بقى أنا على فكرة مش عدوا في التساسيرو لأن أنا بلحن في تركيا وبلحن في أسبانيا وعندي أغاني مترجمة كتير صحيح ملكي فبالتالي أنا بيجي لي فلوس من خارج مصر كتير من أعمالي الخارجية يعني أنا مثلا ملحن لسبالجا ملحن لمصطفى سندل ملحن كتير كمية كبيرة من الأغاني ولسه كم شهر اللي فات قبل الزلزال بشوية كنت هناك؟ ومتصورين مع بعض دول مطربين مهمين طبعا مهمين يعني طبعا